اهلا بكم في موجز لأهم واخر الأخبار شارك الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرياسية في الجلسة الابتتاحية للمناقشة العامة لأدور السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها في مدينة نيواركا بحضور قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلية المنظمات الإقليمية والدولية وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرياسي يوم الخميس أولى كلمة له في المنصب تتطرق إلى مستجدات الأوضاع اليمنية ورؤية المجلس والحكومة بشأن فرص تحقيق السلام الدائم والشامل إضافة إلى الموقف من مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية جاء ذلك خلال لقاء جمع بلينكين ورئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور أشاد العليمي بمقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أشاد بلينكين بالتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة مع الجهود الرامية لتثبيت الهدنة بدوره أكد العليمي موقف المجلس والحكومة الثابت من القضايا الرئيسية في ملف السلام والهدنة القائمة جابت مسيرة جماهيرية كبرى شوارع منطقة الغرفة بمدينة سيئون وطالب المشاركون في المسيرة قوات المنطقة العسكرية الأولى بالخروج من وادي وصحراء حضرموت والتوجه إلى جبهة القتال ضد بلشيات الحوثية المشاركون في المسيرة طالبوا بتشكيل قوة الدفاع حضرموت لتأمين وتطهير الوادي من العناصر الإرهابية يذكر أن وادي حضرموت شهد منذ ستة عشر يوما مسيرات شعبية خاضبة تطالب مجلس القيادة الرئيسي بتنفيذ اتفاق ومشاورات الرياض الذي نص على إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من كافة مناطق وادي حضرموت وإرسالها لجبهة القتال التقى عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئيسي في مقر المجلس بيئة العاصمة عدن قيادة النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين وأشدد الزبيدي خلال اللقاء على أهمية اطلاع قيادة النقابة بمسؤولياتها تجاه العملية التعليمية والتعاطي من منطلق وطريب مع المبادرات والحلول التي قدمت بصورة استثنائية لاستئناف العملية التعليمية بجانبها استجابت النقابة وأعلنت عن استئناف العملية التعليمية يوم الأربعاء الموافقة الحادي والعشرين بسمتبر عشرين اثنين وعشرين هات المويدة للقاء